الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نختم الحديث عن أمثال القرآن بتطبيق لبيان مثل من أمثال القرآن وما اجتمل عليه نقف من خلال هذا التطبيق على الكلام عن أحد أمثال القرآن المضروبة الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن كثيرة وقد ذكرنا سابقا بأن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين قد تكلم عن أمثال القرآن عند حديثه عن القياس والتشبيه فذكر أن من القياس في القرآن ما يسمى بالأمثال واستطرد رحمه الله في بيان هذه الأمثال ومنه كلامه عن مثل في القرآن وهو قول الله تعالى نأخذ مثال من هذا وأنصعكم بالرجوع إلى كتابه ففي فوائد كثيرة ونفائس قل أن توجد في كتاب آخر نأخذ مثلين مثلا أو مثال واحد حسب ما يسمح به الوقت مثلا قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره في سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة طبعا هذا المثال في غاية الروعة حيث فر الذين يعرضون عن التذكرة وعن القرآن وعن كلام الله سبحانه وتعالى بالحمر المستنفرة التي تفر من الرامي الذي يرمي أو من الأسد الذي يطردها يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شبههم يعني الذي يعرض عن كلام الله وعن تدبره شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر جمع حمر رأت الأسد أو الرمه ففرت منه لأن القسورة يفسر بأنه الأسد أو الرامي ففرت منه وهذا من بديع القياس والتمثيل فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئا فانظروا إلى التقبيح كيف قبح صورة المعرضين عن آيات الله سبحانه وتعالى وعن تدبرها ونفر من هذه الصورة بأن جعلهم كالحمر كأنهم حمر ومعلوم أن الحمار يضرب به المثل في الغباء وفي الاستحقار قال وهي لا تعقل شيئا فإذا سمعت صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور وهذا غاية الذنب لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقيرها وتحت المستنفرة معنا أبلغ من النافرة لم يقل كأنهم حمر نافرة وإنما مستنفرة قال فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحظه على النفور فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء المستنفرة فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته والغرض من هذا المثال كما هو ظاهر تقبيح صورة من أعرض عن آيات الله وعن تدبرها وتفهمها بحيث جعلهم الله سبحانه وتعالى أو مثلهم بالحمر المستنفرة الفارة التي استنفر بعضها بعضا ونفرت أشد النفور من قسورة الذي هو الأسد أو الرامي الذي يتبعها لصيدها ثم ذكر مثالا آخر فقال ومنها قوله تعالى يعني من أمثال القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قال فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قل يعني فقط حمله وحفظه لكنه لم يعمل به فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه قال مثله قاسه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحفظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحفظه من كتاب الله كحفظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود لأنه جاء في سورة الجمعة مثلهم كمثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا قال فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته وفي هذا بيان أيها الإخوة الكرام إلى أنه لا يكتفى في القرآن فقط بحفظه أو بحمله بل لا بد من العمل به وفهمه وإدراك مضامينه والانتفاع بها وإلا صار البعيد الذي يحفظ القرآن أو يعرف القرآن أو يحمل العلم ولا يعمل بما فيه كمثل الحمار الذي قد تحمله على ظهره الكثير من الكتب والأسفار ومع ذلك فهو لا يفقه منها شيئا بل هو حمار قد بلغ الغاية في عدم الفهم وعدم إدراك ما يحمل فنعوذ بالله من هذا المثل السيء الذي لا يليق بمن آتاه الله العلم والإيمان ولكن هذا حال العراض نسأل الله العافية وترك العمل مع وجود العلم ثم قال ومنها قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين قال فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآذر صخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضاعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه أي أنفه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه وإذا رميت إليه بحجن رجع إليه ليعضه من فرط نهمته وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا إلى أن أطال رحمه الله في بيان خصة الكلب وصفاته السيئة قال وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لها فيه سر بدئ وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أتاه الله آياتنا ولاحظ آتيناه آياتنا أي أن الله أكرمه وأتى هذه الآيات وشرفه فانسلخ منها فانسلخ من الآيات يعني أن الآيات كانت تحيط به كإحاطة الجلد بالبهيمة كإحاطة جلد الثعبان بجسمه فانسلخ هو منها انسلخ من هذه الآيات كما ينسلخ الجلد من على البهيمة ومن على الذبيحة التي تذبح عندما يسلخ منها الجلد فانسلخ منها كمثل الذي نبأ الذي أتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوي قال وبتشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه الكلب في حال لهذه سر بديع وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاحه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد لهف عليها يعني على الدنيا وهذا تحذير لأهل العلم من التعلق بالدنيا والحرص عليها ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى قال ابن جريج الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع يقول ابن القيم قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبقى معه فؤاد يعني عقل قلب يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنها وهذا يلهث من قلة صبره على الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء وإذا عطش أكل الثراء من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع وعلى كل حال يقول المؤلف فهو من أشد الحيوانات لهثة يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وذلك لشدة حرصه فحرارة الحرص في كبده توجب له دواما لهث فهكذا مشبهه الذي يشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه الذي شبه بالكلب وهو الذي أوتي العلم ثم ترك العلم وأثر حياة الدنيا وإن كان رابضا لهث وإن طرد لهث وقال الحسن هو المنافق لا يثبت على الحق دعي أو لم يدعى وعظ أو لم يعط كالكلب يلهث طرد أو ترك وقال عطاء ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه وقال أبو محمد بن قتيبة كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال على حاله وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال إن وعفته فهو ظال وإن تركته فهو ظال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث ونظيره قوله سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ثم أفاض بن القيم رحمه الله في بيان أسرار هذا المثل وتكلم عن أسرار ما فيه قال وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى فمنها قوله تعالى وآتينه آياته فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته فإنها نعمة والله هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه ثم قال فانسلخ منها لم يقل فسلخناه وإنما فانسلخ منها أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم معلومي أخوان أن الجلد إذا سلخ عن اللحم ما يرجع ما يعود خلاص نسأل الله العافية ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباعه هوا قال ومنها قوله سبحانه فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه كما قال في قوم فرعون فأتبعوه مشرقين وكان محفوظا فأتبعه الشيطان لما انسلخ أي أن الآيات كانت تحفظه لأنها تحيط به وتحميه وتحفظه فلما انسلخ من آيات الله أتبعه الشيطان فتمكن منه وأحاط به فمن دلائل فأتبعه الشيطان أنه كان محفوظا محروسا بآيات الله محمي الجانبي بها من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان وظفر الأسد بفريسته فكان من الغاوين العاملين بخلاف عملهم الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء نسأل الله العافية ومنها أنه سبحانه وقال ولو شئنا لرفعناه بها تكلم طبعا عن هذه الآية وعن كلام أهل العلم فيها يعني لو شئنا لرفعناه بها رفعه الله بالعلم ولكنه أخلد إلى الأرض والتبع هواه فأضاع هذا الشرف بنفسه نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا من حال هؤلاء وأن يوفقنا لفهم كلامه والاعتبال بما فيه وتعقل أمثاله طبعا أفاضر بن القيم رحمه الله في هذا المثال وتكلم عنه كلاما يحسن الرجوع إليه طبعا لا يتسع الوقت لقراءته كله وإنما أردنا التمثيل ببيان بعض ما في أمثال القرآن من الأسرار والفوائد والأمثال كثيرا في القرآن بإمكانكم رجوع إلى الكتاب الذي ذكرته لكم أو كتاب أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع لعبد الرحمن بن حبنك الميداني أو غير ذلك من كتب الأمثال ففيها فوائد كثيرة وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع أمثال القرآن بالمسائل السابقة التي فصلنا فيها وتكلمنا عنها نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين